اشتركوا في القناة عرض قائمة المرشحين للانتخاب التكملي النيابي في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق يؤكد الحرص على مضي عملية الانتخاب التكملي وفق الأسس الدستورية والتشريعات المنظمة التي تعزز المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين وقبيل بدء الناخبين بالتصويت لمرشحيهم سيتم عرض قائمة المرشحين للانتخاب التكملي لمدة ثلاثة أيام متتالية في مقر اللجنة الاشرافية بمدرسة البسيتين الاعدادية للبنات مع فتح باب تقديم طلبات الاعتراض بشأنها وكذلك الطعن على قرارات اللجنة الاشرافية بشأن هذه الطلبات أمام المحكمة المختصة وطبقا للقانون فأنه يحق لكل من تقدم للترشيح ولم يرد اسمه في الكشف المعد لذلك في الدائرة الانتخابية التي تقدم للترشيح فيها أن يطلب من اللجنة الاشرافية التابعة له إدراج اسمه ضمن المرشحين أو الاعتراض على إدراج اسم أي من المرشحين في ذات دائرة على أن تقوم اللجنة بالفصل في طلب الإدراج أو الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم اصدار اللجنة قرارها في ذلك الأجل قرارا ضمنيا بالرفض فيما يحق لصاحب الشأن الطعن في قرار اللجنة بالرفض الصريحة والضمني خلال موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدوره أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية وتفصل المحكمة في هذا الطعن خلال سبعة أيام من تاريخ إقامة الدعوة بحكم نهائي غير قابل للطعن وفي حال قام أحد المرشحين بالاعتراض على مرشح آخر وقامت اللجنة الإشرافية المختصة بالموافقة على طلب الاعتراض ومن ثم رفعت اسمه من كشوف المرشحين فيجوز لصاحب الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية في موعد لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار اللجنة هذا وقد بلغ عدد الكتلة الناخبة في الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة لمحرق أحد عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة ناخبين وستعكس المشاركة الشعبية بالانتخابات مدى الاهتمام الوطني بهذا الاستحقاق الانتخابي المهم ضمن مسار التطور الديمقراطي ترجمة نانسي قنقر